أهلا وسهلا فيكم في دلس جديد من دروس فريق الهندسة التعليمية إن شاء الله اليوم راح نتعرف بصورة سريعة على المتغيرات راح نتعرف عن المتغيرات الأساسية اللي بنستخدمها تقريبا في كل برنامج أول نوع من عنواع المتغيرات int وهو اختصار لإنتجر أو عدد صحيح الطريق التعليف المتغير بسيطة جدا عشان أعرف أي متغير لازم أعمل التالي أول حاجة أحط نوع بعدها أحط اسم للمتغير أي اسم بالذكية ممكن تحط اسمك ممكن تحط xy لكن أنا بفضل يتم وضع أسماء يكون إلها علاقة بمحتوى المتغير يعني أنا إذا معرف مثلا علامة بعمل int mark إذا معرف مثلا المعدل بعمل int average بعد ما أعرف المتغير بدي أعطي قيمة ابتدائية بروح بحط علامة يساوي بحط القيمة الابتدائية إلو بعدها بنهي السطرة بفاصلة منقوطة الموضوع بسيط جدا لازم يكون في شوية تركيز في تعريف المتغيرات لأنه في بداية أي برنامج لازم أعرف شو المتغيرات اللي عندي شو بيت لزمني متغيرات لحتى أعرفها في بداية البرنامج هنا زي ما انت شايفين أنا معرف كذا متغير راح نبدأ بنت حكينا انت انتجار اللي هي عدد صحيح زي ما حكينا أول حاجة نوع المتغير بعدها اسم للمتغير أي اسم بعدها يساوي القيمة اللي احنا بدينا نحطها في المتغير بعدها فاصلة منقوطة هيك بيصير عندي في الذاكرة متغير المتغير هذا داخله قيمة 1 واسمه في الذاكرة my int مع كل المتغير هتعرفه راح ينضاف انه ما كان في الذاكرة باسم هذا المتغير والقيمة اللي انت احططها فيه ثاني نوع من نوع المتغيرات احنا معرفين float هذا عبارة عن عدد كسري سميناه my float اعطنا قيمة 1 اف اختصار لكلمة float bool my boolean اللي هو عبارة عن متغير منطقي هالمتغير بيحتملش الا قيمتين يا اما true يا اما false طبعا زي ما حكينا bool اختصار لboolean او منطقي فالمنطقي عندنا بيكون يا صفر يا واحد يا true يا false هنا عندي string طبعا هذا بيكون لو بدنا ناخد اجابة من المستخدم بنعم او لا ممكن نخزن اجابة هنا في البوليان هنا عندي string my name شوفناه في الدرس السابق بعرف من خلال متغير نصي اسمه my name مخزن فيه كلمة john و نوعه string بس بدنا نركز شوية في النقطة هاي النص لازم ينحط لازم ينحط بين علامتين تنصيص زي ما تشايفين هاي علامة و هاي علامة هذا لانه نص بينما الكاركتر اللي وراه الكاركتر هو عبارة عن حرف او رمز واحد كاركتر اسمه اسم الكاركتر اسم الكاركتر my char خزنته او خزنت داخله كاركتر اللي هو حرف ال a عشان نخزن الكاركتر لازم يحطه بين علامتين زي ما تشايفين الموجودين على الكابورد اللي هو اعتقد حرف الطاء في الكابورد اللي باللغة العربية قريبين جدا من هدولة لكن مش لازم اطلق بط بينهم لان لو بدلناهم حيطلع عندي غلط هنا خطأ برمجي فبالتالي لازم اركز اثناء استخدامهم هنا على 200 تنصيص هنا شحطتين فقط لا غير اخر نوع ونحن تعرف عليه طبعا هدلنا انواع مش بس هي الموجودة في انواع كتير موجودة لكن هنحن نتعرف على انواع الاساسية اللي احنا بنستخدمها دائما اخر نوع اللي هو الدبل الدبل هاد بياخد قيام عشرية اسم المتغير ماي دبل حاطين في قيمة 1.75 طبعا هو بياخد قيام كبيرة جدا وبيحجز مكان كبير في الذاكر فبالتالي مش لازم نستخدمه الا اذا احتجنا هذه الانواع الاساسية للمتغيرات اللي لازم كل واحد فيكو يعرفها ولازم يعرف كيف ينشئها ويتعامل معها الموضوع جدا سهل وجدا بسيط لو بدنا نعيد مرة تانية اول حاجة حكينا بنعرف نوع المتغير بعدها بنحط اسم للمتغير بعدها بنحط اشارة يساوي وبنحط القيمة الابتدائية طبعا القيمة الابتدائية بتختلف في اختلاف نوع المتغير الانت بحط رقم الفلوت بحط رقم جنبه حرف الاف البول يا بحطه ترويا فولس بدون اي اشي السترينج لازم نحط بين علامتين تنصيص الكاركتر لازم نحط بين شحطتين الدبل ممكن نحط اي رقم عشري او رقم عادي طبعا الامر بيرجع لنا فبالتالي هيك نكون مرينا مرور سريع على انواع المتغيرات الان لو بدي اطبع القيمة موجودة داخل كل المتغيرات هاي ممكن اتوحها بكل سهولة من خلال جملة console.write line اللي اخدناها في الدروس السابقة اللي بنستخدمها للطباعة على الشاشة مثلا بدي اطبع my name بروه بحطه هنا بأضغط على ctrl f5 عشان اشغل البرنامج دي ما انت شايفين طبعا لكلمة john لانه my name خزن فيه كلمة john ونفس الطريقة ممكن اطبع اي متغير ثاني هذا كل اشي بالنسبة له الدرس الخاص بالمتغيرات في حال وجود اي استفسار رجاء طرحه يعطيكم الف عافية كان معكم فريق الهندسة التعليمية موسيقى اشتركوا في القناة